بسم الله الرحمن الرحيم من يحتاج هذه الفئة هي التي عاشت معدل أعمار أطول من الفئات الأخرى الأنانية التي ليس فيها خير ولا تقوم بأعمال تطوعية ولديها غضب الفئات التي لديها غضب أو انفعالات عاشت معدل أعمار أقل ربما تعجبون من هذه النتجة ولكن هذا الكلام موجود على موقع جامعة هارفرد في أكبر دراسة علمية استمرت عشرات السنين أعتقد أكثر من خمسين سنة طيب أحبة في الله ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا علميا وطبيا يعني أن الإنسان المتسامح هو شيء جيد طبعا بالنسبة للأحبة الملحدين والعلمانيين هم يؤيدون هذه الدراسة طبعا لا يستطيع أحد أن ينكرها لأن هناك أرقام أن الذي كان يتسامح ويقوم بأعمال تطوعية مثل التصدق مثل مساعدة الفقراء الإصلاح بين الناس عاش معدل أعمار أكبر وهذا مثبت في جامعة هارفورد طيب لماذا دققوا الآن إذا جاءتنا هذه المعلومة من القرآن الكريم نقول هذا تخلف وجهل سأقرأ عليكم هذه الآية التي أحببت أن أتوقف معها اليوم حقيقة آية عجبة الله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا الوضع الطبيعي هناك من الناس لا يتحمل أن يعفو أنت تستطيع أن تسلك هذا السلوك وهذا حقك ولكن هناك مستوى أعلى الورع والزهد والتقوى ومحبة الله هل أنت تريد الدنيا أم تريد ما عند الله إذن خذ بالمستوى الأعلى فمن عفى العفو والتسامح وأصلح أصلح بين الناس فأجره على من على فلان أو لا فأجره على الله سبحان الله كم عظيم أن الله هو الذي يعطيك تصور لو أن ملكا من الملوك أنت لديك مشكلة مع جارك على متر أرض أو على شيء تافه وجاء ملك عظيم من البشر قال لك أنا سأكافئك هل تترك هذا الملك وتبقى في هذا هذه المشاكل مع هذا الجار أو مع هذا الشخص من أجل شيء قليل ستنتظر الطبيعة يعني ستنتظر مفاجأة كبيرة من هذا طيب كيف بملك الملوك عندما يتعهد أنه هو من سيكافئك فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ذكرك إياك أن تظلم الإنسان الذي يحرص على أخذ حقه كاملا قد يظلم شيئا قليلا وهو لا يدري لذلك قال إنه لا يحب الظالمين إياك أن تظلم طيب كيف أتجنب الظلم أعفو عن الناس شخص أساء لك أعفو عنه طيب هنا أنا أحب أن أوصل دائما الرسائل الإيجابية أيها الأحبة طيب أعفو عن من إنسان كافر أساء لي القرآن يقول لك أعفو عنه مع أنه كافر أو ملحد أو مثلا ربما من ديانة أخرى أنت لا تعترف بها أعفو عنه لأن الآية ليس فيها فمن عفى عن المؤمنين لم يقل الله فمن عفى عن مسلم أو عفى عن مؤمن لا فمن عفى مطلقة ليقول لك إذا أردت الأجر من الله أعفو عن الناس جميعا بمهما كان المذهب أو الطائفة أو الملة أو الديانة طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو منهجه وهذا هو المنهج عفى عن كفار مكة 13 سنة وهم يؤذونه في مكة وعندما وآذوه أيضا في المدينة بعد ذلك وعندما دخل منتصرا فاتحا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم طبق هذه الآية عمليا طبقها عمليا حبيبكم عليه الصلاة والسلام ماذا كان من نتائج هذا العفو دخل الناس في دين الله أفواجا رأيتم أيها الأحبة فمن عفى وأصلح فأجره على الله النبي عفى عن اليهود عن النصارى عن المنافقين هل قتل أحد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اتركونا من الروايات المزورة والتي لا تقوم على أي أساس لا علمي ولا منطقي وليس فيها سند صحيح روايات مزورة ألصقها بعض المستشرقين والمشككين بهذا النبي الكريم وقالوا كان يعتدي على الناس وكان كذا كذا وهذا يخالف منهج القرآن يخالف أوامر القرآن لذلك هذه الروايات لا نعترف بها أنا كمسلم أي رواية وهذا قانون عندي وعند كل مسلم أي رواية تخالف آية قرآنية أضربوا بها عرض الحائط كلام يقيني مدام الله قال فمن عفى وأصلح أول من يطبق هذه الآية هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذن أحبتي في الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين إذن أحبتي في الله أنا عندما يؤذيني شخص أو يسيء لي شخص ما هو السلوك الذي يحبه الله العفو لذلك لو طبقنا هذه الآية انظروا أحبتي في الله لرأينا المحاكم فارغة المحاكم تغلق أبوابها أقسام الشرطة فارغة فقط طبق آية واحدة فمن عفى وأصلح فأجره على الله قل أنا أريد الأجر منك يا رب لا أريد من الناس فقط طيب لماذا نقتتل ولماذا تجد الغل والحقد وخلافات على كلمة أحيانا على شيء تافي على موقف سيارة مثلا على شيء تافي جدا تجد خلافات بين الناس طيب ثم يقول لك أنا مسلم وأنا مؤمن لا يا أخي والله المؤمن هو الذي يحسن لغير المؤمن يكون أكثر الناس إحسانا لكل الناس المسلم من هو المسلم من سلم الناس من لسانه ويده الناس جميعا لذلك أيها الأحبة هذه الآية فيها علاج طيب لماذا هؤلاء الذين عفوا عن الناس وأصلحوا كانوا أطول الناس أعمارا تقول الدراسة إن الممارسة العفو يشعرك بالسعادة أما الحقد يعني عكس العفو الحب الانتقام حب الانتقام والغل والحقد يرهق القلب يشكل ضغطا كبيرا على القلب مما يعيق عمل كثير من أجهزة الجسد وبالتالي نجد أن نظام المناعة يصبح أضعف لأنه مرهق وبالتالي يعيش عمر أقل طيب الذي يعفو عن الناس يعيش عمر أطول طبعا مع يقيننا أن الأعمار واحدة ولكن هناك أسباب الذي يعفو عن الناس ويصلح بين الناس يعيش عمرا أطول وحياته الصحية طبيا يعني جسديا ونفسيا تكون أفضل حتى الحالة النفسية أفضل وهذا ما يساهم في تنشيط النظام المناعي وإطالة العمر لذلك أحبتي في الله تجد أن الذين يسعون في الإصلاح بين الناس تجد حياتهم فيها فرح فيها السرور فيها السعادة وهذا مثبت علميا أن الذي يعفو هناك مركز في الدماغ اسمه مركز المكافأة هذا المركز يحرر ويطلق هرمون السعادة في لحظات التي يشعر فيها الإنسان بالسعادة فلاحظوا أن الإنسان عندما يمارس العفو فإن دماغه يطلق هذا الهرمون بغزارة فاستدلوا من خلال هذا على أن الذين يعفون ويتسامحون هم أكثر الناس السعادة أيضا في دراسة أخرى سبحان الله لذلك أحبة في الله أرجو أن تحفظوا هذه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم حكيم مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة